ده الكلام على الكرة الإيطالية وخصوصا أن الدوري الإيطالي بتهيأل يعني استعاد جزء كبير جدا من قوته ومن بريقه وعودة بداية طبعا انهاء السيطرة المطلقة لليوفنتس على مدار عشر مواسم متتالية كان فيها البطل الأوحد لإيطاليا بدخول الإنتر في الموسم قبل الماضي ودخول الميلا وتتوجهم في الموسم الأخير رجع مرة تانية قوة المنافسة وحلاوة المنافسة في الدوري إيطالي من قدرش ننسى عندها تانية زي روما بطل الكونفرنس ليج والحقيقة عمل ميركاتو أكتر من رائع ويقدم نسخة مختلفة لحد كبير تحت قيات مولينيو عندنا كمان نابولي عندنا عدد كبير جدا من الفرق اللي بيخلي الحقيقة للدوري طعمه وشكله ولون مختلف تماما عن فترة يمكن ان حصلت فيها الأضواء بشكل أو بآخر عن الكلش أو المسابة الدوري الإيطالي هيكون معنا واحد من نجوم روما ونابولي مش أي نابولي نابولي الجيل الدهبي تحت قيادة الساحر مارادونا طبعا ديجور ماندو مارادونا أندريا كارنيفالي وطبعا واحد من نجوم منتخب إيطاليا هو حاليا المسؤول عن القطاع الرياضي في نادي أودينيزي بداية خلينا نستقبله طبعا ونرحبه على شاشة الأهلي ونشكره طبعا شكرا جزيلا على مشاركته معنا في السادسة شكرا شكرا لكم وشكرا على توجيه الدعوة عبر قناة النادي الأهلي وأتمنى أن نكون معامل حلقة عظيمة معكم يمكن في اللقاطات اللي احنا لسه شايفينها يعني الجيل الدهبي لنابولي الإيطالي بالقيادة طبعا ديجور ماندو مارادونا وانت كنت واحد من زملاء الملعب فترة أكيد ما تتنسيش من التاريخ أهم ما يميز الفترات دي وتكلمني عن تجربتك كمان مع واحد من أساطير اللعبة على مدار تاريخها مارادونا الدولي الأرجنتيني إذا ما تحدثنا عن الزمن الجميل والزمن العظيم الذي ذكرته تسعة وتمانين تسعين عندما كانت نابولي الأقوى في إيطاليا كنا نتحدث عن مارادونا كاريكا كارنيفالي كنت محزوز باللعب مع مارادونا واللعب مع هلاء كنا نلاعب فان باستين روت خوليت فرانكو باريزي كانت منافسة مع عزماء وأنت تدرك مدى عظمة الأسماء وعظمة هذا الوقت لأننا كنا نلعب من عجل الشغف وكنا الأفضل في العالم وكانت إيطاليا أفضل في العالم لأن هناك التالينتو الموهبة وكانت كرة القدمة الإيطالية هي تسيطر ويكفى أنك كان لدينا مارادونا يعني قبل ما ادخل في الموضوع بما أنك أثرت النقطة دي يمكن كان الدوري الإيطالي وكانت الأندية الإيطالية كلها هي الوجهة الأولى والهدف الأول لكل المواهب ولكل نجوم الكرة في كل مكان في العالم إيه اللي حصل وإيه اللي تغير ولماذا تغيرت الدفة زي ما بيقولوا وذهبت لدوريات أخرى زي الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني لأن هناك اختلاف كبير لأننا نتحدث عن الأعوام الأخيرة التي أعانت فيها إيطاليا عندما تعاني إيطاليا على مستوى الدوري يعاني المنتخب ويعاني المواهب إذا ما تحدثنا بالنسبة لفريق كاودينيزا الذي أعمل معه منذ 21 عام وإذا ما قرناه بأقل الفرق في واتفورد في إنجلترا أعتقد أن الكرة الإنجليزية أفضل من الكرة الإيطالية حاليا لأن هناك المصرفات كثيرة وهناك أشياء كثيرة ضخ الأموال والإستثمارات في الكرة الإنجليزية وعوائد البس الفضائي أيضا تجعل هناك العديد من الاختلافات وتجعل الدور الإنجليزي والدوريات الأخرى أفضل من الدور الإيطالي يعني بالتأكيد الإمكانيات المالية أو الاقتصادية للأندية بقت واحدة من أهم عوامل النجاح لكن على مدار التاريخ طويل جدا قدمت الكرة الإيطالية للعالم كله أسماء على أعلى مستوى يعني أنا شخصيا تابعت وعجبت بعدد كبير جدا من أسماء النجوم الإيطاليين فيالي، زولا، روبيرتو باجيو، توتي، دل بيرو وغيرهم وكسانو وغيرهم من النجوم لكن النهاردة لما باجي أبص الكرة إيطالية ما فيش نفس القد مالديني، ناستا، بيرلو وغيرهم النهاردة على مستوى الكرة الإيطالية مش قادر أشوف نجوم سواء بيلعبوا في الأندية الإيطالية أو حتى بيلعبوا خارج إيطاليا صعب جدا أن نقوم بعمل مقارنات بين هؤلاء الأسماء التي ذكرتها لأنهم كانوا أبطال وكما ذكرت في بداية الحلقة هناك فرق بين الموهبة والموهبة المصنوعة اللعب المصنوعة هؤلاء الذين ذكرتهم كانوا أبطال بالنسبة لي توتي كاسانو ودي البيرو هؤلاء كانوا آخر الزمن الجميل وآخر عن قود الجمال في الكرة الإيطالية لأن هؤلاء كانوا شبان وكانت لديهم موهبة لكن إذا ما تحدثنا عن روبرتو باجو كارنيفالي فدريكو زانيولو لكن إذا ما تحدثنا عن هؤلاء أقصد نيكولو زانيولو لاعب روما موهبة ولكن ضعيف جسمانيا وبدانيا وهؤلاء اللعبون الشباب استحالة يكونوا مثل باجو وأنشلوتي وفرانكو باريزي نيجي للنسخة الجديدة من الكالتشو من الدوري الإيطالي بداية توقعاتك ورؤيتك لدرب ميلانو الإنتر في مواجهة الإيسي ميلان النهاردة توقعاتك للقاء وشايف مين هيكون بينهم المنافسة أو الفرقة المرشحة للتتويج السنالي أحدث معك الآن الإنتر قام بتسجيل الهدف الأول على الميلان الإنتر يتقدم في الدقيقة 27 ومباراة ستكون طويلة الميلان فريق قوي وفريق سينافس الإنتر في مزالة المباراة قوية لكن بالنسبة لي الإنتر ففوريت الإنتر مفضل وقد يفوز بالليلة مين الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم ده بالنسبة لي العام الماضي كنت تكهنت بنتائج بالنسبة لي كان المفضل الميلان أو نابولي العام الماضي اخترت الآن تعادل الميلان تعادل الميلان الآن ونحن نتحدث الميلان قام بإحراز التعادل الموسم ده من وجهة نظرك مين الأقرم نتحدث عن الموسم الحالي أتمنى وأعتقد أن نابولي قد يعود ولا هي الحزوز في الفوز بسكوديتو أنا بالنسبة لي هذا العام أقول ميلان إنتر وبالنسبة لي المركز الثالث روما لأن روما قامت بعمل مركز عظيم وكما ذكرت وأعيد وأكرر ميلان إنتر روما هم المفضلين في النسبة لي للمنفسة على الأسكوديتو ده معنى أنك استبعت اليوفنتوس وأن معاناة اليوفنتوس ستستمر للموسم الثالث على التوالي في النسبة لي أعتقد أني قد نسيت نابولي نابولي بالنسبة لي لا منسيت لسا لاتسي ولسا نابولي بس خلينا نتكلم على اليوفي اليوفي مازال يقوم ببناء نادي كديد ويقوم ببناء فريق كدير أعتقد أن اليوفي بالنسبة لي هناك مشاكل كبيرة صنعها أندريا نيالي وهذه المشاكل لن تحل في المستوى القريب مشاكل كثيرة أيضا بين أعضاء نادي اليوفي أثرت على مستقبل الفريق اليوفي مستبعد بالنسبة لي ويمكن أن أعرف أنه في ديربي آخر أو لقاء آخر صدامي هيكون بين نابولي ولاتسيو توقعاتك لي بالنسبة لي سيكون مباراة جميلة للمشاهدة نابولي ولاتسيو والناديين يكونون العديد من الشباب بالنسبة لي نابولي ولاتسيو كد يكونون الفريق الأكثر حزوزا في هذه المباراة سيكون لاتسيو لأن لاتسيو كد تقوم بالصنع المفاجأة لن يفوز بسكوديتو ولكن سيناور من بعيد وقد تكون مفاجأة الحصان الأسود في البطولة لو كلمنا على الميركاتو السندي يمكن نتختم الحقيقة بصفقة كد مفاجأة رحيل أرتور أو أرتور الدولي البرازيلي من يوفينتوس لصالح ليفر بول خلينا أكلمك أكثر عن الميركاتو بشكل عام وأهم ثلاث صفقات على مستوى عندية الدولي الإيطالي من وجهة نظر أندريا كارنيفالي بالنسبة لي فينالدوم نعب السابق لليفر بول وباريس سين جرمان كان بالنسبة لي الميركاتو الأفضل وأهم نعب كاما بالتوقيع لروما بالنسبة لي المركز الأول وأعتقد أن فينالدوم وتعاقده مع روما كان أفضل تعاقد وأعتقد أن روما كان بعمل ميركاتو كبير وعظيم اللاعبين الآخرين أعتقد لعب نابولي كفارة سليخية الجورجي لأن اللاعب الجورجي كفارة سليخية سيكون بعمل عظيم مع نابولي والدولي الإيطالي وأعتقد أن إضافة كبيرة لسكوديتو انتقال ديبالا بالنسبة لك مش الصفقة الأهم انتقال فاولو ديبالا من يوفينتوس لروما أعتقد أن انتقال ديبالا كان انتقال عظيم وكان لدي الحماس من الانتقال لروما لأن ديبالا وجد دلته في روما كان يريد الأفضل من ذلك لكن عندما قاموا بالاتصال به ذهب إلى المدينة الساحرة وأعتقد أن ديبالا يتميز بالسرعة ويتميز بالمهارة ويتميز بأشياء كثيرة سيكون لعب أساسي وسيكون أيقونة أساسية إذا ما فازت روما بإسكوديتو أو على الأقل لقب محلي هذا العالم دي ماريا في اليوفينتوس قادر على تعويض غياب ديبالا؟ أو رحيل ديبالا؟ دي ماريا خارج التقييم لأن دي ماريا لعب كبير ولاعب عظيم وأعتقد أن إضافة كبيرة للبيانكينيرو كل ما قام به مع باريس جرمان ومع ريال مدريد لا يجب أن ننسى دي ماريا ويجب أن نعطى دي ماريا كل تقدير لأنه يستحق وقد يعود الأرجنتيني لكن بالنسبة لي ينقص دي ماريا فقط الحالة البدنية إذا ما كان في حالة بدنية عظيمة قد يكون إضافة لهم اتكلمنا في البداية وأنت أشارت الأهمية القدرات المالية للمنافسة وتحقيق الألقاب وأعتقد أنه يمكن صفقة استحواز ريد بيرد على الميلان ممكن تكون الصفقة الأهم والأبرز وخصوصا بعد نجاحهم الكبير جدا اللي حصل في إنجلترا وتحديدا مع ليفر بول هل تتوقع أن التجربة تؤتي بنفس السمار وإنه ممكن الميلان مش بس ينافس على مستوى الكالتشو الإيطالي لكن كمان ينافس على ألقاب الأوروبية هنمتكلم على تاني أفضل رقم في تحقيق بطولة دوري الأبطال بعد ريال مدريد قبل كل شيء عندما يصل إلى إيطاليا هؤلاء العظماء نتحدث عن رجال الأعمال رجال الأعمال الأمريكان والعرب والروس بالنسبة لي هذا يكون الشيء إيجابي للكرة الإيطالية لأنهم ينقلوا إيطاليا من الأزمة الاقتصادية إلى أن تعود إيطاليا إلى الواجهة على الأقل من الناحية الاقتصادية لأن كما ذكرت وأكرر في أول الحلقة أن إيطاليا تعاني والقرى الإيطالية تعاني اقتصادية وقد تخطان الدور الإنجليزي لكن بالنسبة لي وجود الأمريكان في ميلانو قد تكون نقطة إيجابية كبيرة للميلان لأنهم يهتموا بالميلان ويعرفوا قيمة الميلان وقيمة جماهير الميلان إذا ما تحدثنا عن الميلان نتحدث عن بيرلسكوني بيرلسكوني إذا تتذكر فهذا بـ 25 بطولة مع الميلان وهذا رقم كبير وعظيم من الصعب أن يعوده أي رئيس أو مسؤول إذا ما تحدثنا عن العمل الكبير إذا ما تحدثنا عن ذلك يجب أن نتحدث عن باولو مالديني وعن فيدريكم ماتسارة المدير الرياضي كي يقومون بعمل عظيم مع عائلة ريت بيرد الأمريكان إذا تحدثنا عن ذلك يجب أن نقوم بانتداب استفانو بيولي ورهنوا على بيولي ونجح بيولي العام الماضي وقام بعمل مجموعة كبيرة من ميلان بعد إجراء قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا أنا أعرف أن روما ممكن يكون حقا بطولة الكونفرنس ليج لكن بالنسبة لجماهير الكرة في إيطاليا وأعتقد أن معظم الشعب الإيطالي مجنون بكرة القدم يهمهم جدا أن فريق إيطالي على الأقل يحقق لقب دوري الأبطال هل ترى أن هناك فريق إيطالي عنده حظوظ على الأقل لتأدير للمنافسة على لقب دوري الأبطال في الموسم اللي جاي أتحدث معك وأنت تتحدث مع أحد الذين كانت لديهم تجربة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لي أتمنى الميلان أن يفوز بالشامبيوز ليج وهذه قد تكون مفاجأة لشاشاتكم أنا أعشق الميلان بالرغم من عدم نعب الميلان لكن أتمنى أن أرى الميلان في الشامبيوز ليج لأن الميلان فخر لإيطاليا في دوري أبطال أوروبا أعتقد أن هناك أيضا باريس سين جرمان هناك ليفربول هناك بايرن ميونيخ لكن هؤلاء الذين ذكرتهم من الأجانب هم أفضل من الإيطاليين لكن بالنسبة لي كل صراحة الإنتر قد يشرف إيطاليا في دورة أبطال أوروبا خليني أسألك عن تجربة محمد صلاح لأنه أعتقد أنه بداية النطج وبداية التواهج للنجم المصري محمد صلاح بدأت في إيطاليا بدأت مع فيورونتينا ثم بعد كده استمرت مع روما قبل الانتقال الدوري الإنجليزي لليفربول إزاي شفت تجربة محمد صلاح من وجهة نظرك وإزاي شفت استمراريته وتعلقه مع ليفربول بالنسبة لي بكل الصدق يجب أن أكون صريحا محمد صلاح نشأ في بازل ولا يجب أن ننسى مرحلة محمد صلاح مع بازل محمد صلاح قام بإضافة عظيمة أفيرونتينا أفيرونتينا ثم انتقال صلاح إلى أفيرونتينا ثم إلى روما ثم إلى ليفربول نتحدث عن مرحلة عظيمة لكن محمد صلاح نشأ يوم بعد يوم شهر بعد شهر عام بعد عام يتطور الملعب قام بعمل تاريخ كبير لمصر والدولة المصرية كلاعب كرة قدم مصري بالنسبة لي إذا ما كان الأمر بيدي سأعطي محمد صلاح البالندور الكرة الزبية لأن صلاح خارج التقييم قام بعمل عظيم مع ليفربول وكان استحكى البالندور أتمنى أن يفوز بها الموسم القادم يهمني أسألك وانت المسؤول الأول عن القطاع الرياضي في نادي ودينيزي عن أيضا موهبة مصرية شابة المهاجم المصري صلاح باشا زي بتشوفه وزي بتشوف قدرته على التصعيد أو قدرتكم على تصعيده للفريق الأول وزي بتشوف مستقبله في الكرة في إيطاليا بالنسبة لي مع صلاح باشا كمنا بالتعاقد معه ثلاث سنوات ماضية مع صلاح باشا قام بعمل رائع معنا وقام بعمل بطولة عظيمة مع المنتخب الشباب المصري بالنسبة لي صلاح باشا فاز ببريما فيرا بي الدرجة التانية وأتمنى أن يتم تأهيله للسيريا وتحدثنا في هذا مع المدرب وأعتقد أن صلاح باشا خبر سعيد قد تشاهدناه في السيريا دور الدرجة الأولى هذا العام وبالنسبة لي هذا العام يجب أن يكون صلاح باشا مؤثر معنا في أودينيزي وقد يكون أيضا إضافة للكرة المصرية وأنا أعتقد أن صلاح باشا سوف يقوم بعمل كبير لأن الدور الدرجة الأولى أصعب من الدور الدرجة التانية السيريبي لكن هو لعب رائع ومحترف وأتمنى في يوم من الأيام أن يرتدي قميس أودينيزي رقم 9 في السيريا سؤالي الأخير لنجب الكرة الإيطالية عند ريكا نيفالي وممكن يكون سؤال صعب إلى درجة كبيرة جدا من وجهة نظرك وانت قدت واحد من نجوم طبعا الكرة في إيطاليا والمنتخب الإيطالي إيه هي التشكيلة التاريخية لمنتخب إيطاليا أفضل 11 لبسوا تيشيرت منتخب إيطاليا على مدار التاريخ أحاول سأحاول معك بالنسبة لي تزوف كحارس مرمة لأن تزوف لا يعود ولا يعود إذا ما تحدثنا عن المدافعين لكن بالنسبة لي دعني أقول لك أن إيطاليا 82 كانت الأفضل بالنسبة لي أنا سوف أخطر أحاول أحاول كانوا الأفضل. استابعت فابيو كنافارو. كما ذكرت خطوط الدفاع لكن بالنسبة لي 82 كانوا افضل دفاع. لان ايضا ايطاليا 90 كنا فريق رائع. لكن بالاسف خسرنا امام الارجنتين بدربات الجزاء. وكنا ايضا منتخب رائع فرانكو باريزي. لان يجب ان اضع فرانكو باريزي بجانب جنتيلي وفول بكل باتي. وكابريني. اذا ايضا روبرتو باجو. اندريا كرنبالي. اني كرنبالي كما معامل عظيم. كانوا ابطال عالم. وبالنسبة لخط الهجوم. مين المهاجمين الاهمة والعظم على مدار تاريخ ايطاليا. بالنسبة لي. فرانشيسكو توتي روبرتو باجو. ايد دي البييرو. توتي باجو دي البييرو. بجانب منتخب 82. اندريا كرنبالي نجم ايطاليا ونجم روما ونابولي السابق. شرفت بلقائك على شاشة الاهلي. وبشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. نروح لفاصل سريع ونرجع نفتح موضوعنا الطب الرياضي وتأثيره على مسيرة الاندية ومسيرة اللعبين.